اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اهمية وحدة شعب الفلسطيني ووقفه صفا واحدا في نضاله المشروع في الدفاع عن مقدساته وحقه في الحرية والاستقلال واضاف عباس في بيان مسجل وجه فيه رسالة الى الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ان الفلسطينيين يواجهون هجمة شرسة تستهدف وجودهم على ارضهم وتعمل على تجديد سياسة الاستيطان واستهداف المسجد الاقصى بالتهويد والتقسيم وقال عباس ان الشعب الذي اثبت جدارة في دفاعه عن حقوقه ومقدساته واصراره على تمسكه بحقوقه الوطنية غير المنقوصة ما زال يمد يده من الموقع الاختداري لاستئناف عملية سلام حقيقية تكلل بالتوصل الاتفاق النهائي يضمن تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على جميع الاراضي التي حتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية كما تشمل ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين على اساس مبادرة السلام العربية وفق قرارات الشرعية الدولية والافراج عن جميع الاسرى في سجون الاحتلال هذا وسيوجه الرئيس الفلسطيني هذه الليلة ما وصفته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية بكلمة مهمة لابناء الشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة